سخان الغاز لازم يعمل بالكهرباء او بالبطاريات ناس كتير بتشتكي ان البطاريات بتخلص بسرعة وتمنها كمان اسعارها غالية فازاي تركب شاحن والشاحن غلط طبعا الشاحن ما فيهوش اي مشكلة لان الشاحن بيدي نفس الفولت بتاع البطاريات عادية بس اهم حاجة في اختيار الشاحن علشان ما يبوصي الكارتة بتاعتنا وتتلف مننا لازم نختاره صح لو هتشتغل ادابتور او شاحن في اختيارات لازم تعملها طبعا قبل ما نعمل طريقة التركيب لازم نعملها بيكون مكتوب عليها ان هو بيشتغل 220 فولت او لمتين من 100 فولت لمتين واربعين فولت المهم ان هو يكون بيشتغل 220 فولت يعني نقدر نوصله بالكهرباء عادي لان الشاحن لازم نجيب نوع كويس عشان ما يبوصوا ويبوز الكارتة ثاني حاجة مهمة ان هو يكون 3 فولت الدي سي بتاعه الطيار بتاعه يكون 3 فولت يعني نفس البطاريات طبعا البطاريات بيكون البطاريات الواحدة واحد ونص فولت بيكون مجموحهم الاتنين مع بعض 3 فولت فلازم نجيب 3 فولت هل ينفع 5 فولت لا ماينفعش هل ينفع 2 فولت ماينفعش ده لازم يكون 3 فولت بالزبط نفس البطاريات الحاجة المهمة جدا وهي اللي يكون الامبير بتاعه اللي هو حرف الفولت طبعا حرف وده الاسي اللي هو الطيار المستمر اللي هو القهربة دي سي اللي هو الفولت بتاع الكهربا العادية دي سي اللي هو الطيار المتغير او طيار البطاريات اللي هو 3 فولت لازم يكون 3 فولت ان كان شاحن موبايل وعايز تشغله او ان كان ادابتور وعايز تشغله لازم يكون مكتوب عليه 3 فولت الامبير بتاعه ده اهم حاجة في ادابتور او الشاحن يكون مش اقل من 2 امبير واحد امبير مش هينفع واحد امبير هيبوز بسرعة مش هيستحمل قهربة خصوصا مع التشغيل والفصل فلازم يكون 2 امبير يعني السلك بتاعه يكون قوي يتحمل على الاقل 2 امبير لو 3 امبير ماشي لكن واحد امبير هيبوز معك بسرعة وممكن يبوز الكارتة ده لازم تختار الادابتور بتاعه كان نوعه كويس او حتى هتجيب نوع عادي بيكون سعره تقريبا في حدود 50 جنيه وازاي تركبه بعد ما نختاره طريقة تركيبه سهلة جدا احنا ممكن تركيبه والوش محطوط على حسب انه ممكن تشيل الوش وكمان مش غلط ناس كتير بتخايف انه غلط طبعا بيكون فيه مصامير تحته وفيه بيكون بيركب نشيل الوش بتاعه كده بس هم حاجه ما نشغلش الاتنين مع بعض البطارية او مع الشاحن يعني لو حاطين بطاريات سايبين احتياطي بنفتح غطى الشاحن غطى البطاريات علشان ما تشتغلش او نشيل البطاريات نفسها تمام؟ نيجي عند البطاريات هنا بنلاقي السلكين بتوقع الكهرباء هادي السلكين اللي مواصلين بالبطاريات واحد بيكون لونه احمر واحد لونه اصمر السالب والموجب ما ينفعش نبدل مع بعض لو قطعنا السلك بتاع الادابتور هنا نلاقي واحد احمر واحد اصمر وفيه بيجي معاه الوصلة دي علشان لو حبينا نلغيه او نفصله فلازم نوصل الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود ده طبعا احمر على اسود هوت بس يعتبر اسود التاني احمر بالكامل اوه وبعدين نحطهم نوصلهم كده عايزين نوصلهم بالبطاريات تاني ماشي عايزين نوصلهم من غير بطاريات ماشي وكده يبقى خلاص وصلنا الشاحن بتاعنا وصلنا بس يدوبك السلكين بتاعنا وخلاص كده لغينا الحقارة عايزين نشغل الحقارة بنوصل طبعا لازم التوصيل يكون صح الزائد مع الزائد زي ما فكينا والسالب مع السالب والموجب مع الموجب لو حبينا نشغل البطاريات خلاص بنلغي الشاحن ونحط البطاريات بتاعتنا ونعملها وعايزين نوصل الشاحن يبقى الاتنين متوصلين بعد او نوصل البطاريات خالص فده طريقة التوصيل بتاع الشاحن الصح وده طريقة اختيار الادابتور بتاعنا او الشاحن اللي هو صحيح علشان ما يبقى وسح حاجة ونرجع نركب الوش بتاعنا وكده يبقى خلاص ما تتنساش تشيرك في القناة وقد ادعمنا بلايك وولينا رايك او تلاك